إلى ذلك أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تنفيذ تفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيقي مع وحدة التروحات الحكومية بمجلس الوزراء وأشار مدبولي إلى أن الاتفاقية تستهدف تفعيل وتسريع وطيرة تنفيذ برنامج التروحات للقطاع الخاص وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أنا حابب مرة أخرى أشكر مؤسسة الدمويل الدولية وطبعا على رأسها المدير التنفيذي مستر مختر ديوب على تواجدهم وحرصهم ووجودهم معانا النهاردة بحضور طبعا زملاء الوزراء عشان نشهد توقيع هذا الاتفاق المهم جدا اللي بيؤكد حرص وجدية الدولة المصرية بالكامل على تنفيذ ما تم الالتزام ليه في برنامج التروحات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بصفة عامل اشتركوا في القناة